السلام عليكم ورحمة الله الغيرة تلك الشرارة الصغيرة التي قد تشعل حبا عظيما أو تحطم علاقة قوية هي تذكرة بأن الشريك ما زال يهتم وأن العلاقة ما زالت تهمه لكن كيف نجعل الحبيب يغار ليس بطريقة جميل وهناء طريقة مؤذية أو مدمرة بل بطريقة طريفة وسلسة تطفي نكهة خاصة على العلاقة في هذا الفيديو سنستعرض معا بعض الطرق المجربة والمرحة التي قد تساعدك على إشعال نار الغيرة في قلب حبيبك اضغط لايك وتابع معي أولا تحديث مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء في عصرنا الرقمي تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي منصة رائعة لإثارة الغيرة كيف ذلك؟ قم بنشر صور جذابة لنفسك وأنت تقوم بأنشطة ممتعة أو تتواجد في أماكن مثيرة حاول أن تبدو سعيدا ومتحمسا للحياة على سبيل المثال الصور مع الأصدقاء انشر صورا وأنت تقضي وقتا ممتعا معهم خاصة إن كان بينهم أصدقاء من الجنس الآخر لكن احرص على أن لا تكون الصور مبالغ فيها حتى لا يشعر الشريك بعدم الأمان كذلك اكتب تعليقات أو ملاحظات غامضة ومثيرة في تحديثات حالتك على السوشيال ميديا مثل ليلة رائعة مع أشخاص رائعين أو لم أتوقع أن تكون هذه التجربة بهذه الروعة عندما يقرأ حبيبك هذا الكلام سوف يتساءل ماذا تقصد وهذا هو المطلوب ثانيا اكتسب هوايات جديدة الهوايات الجديدة يا صديقي تعكس شخصية مشيطة ومتجددة عندما يرى حبيبك أنك مهتم بتطوير نفسك واكتساب مهارات جديدة قد يشعر بالغيرة ويرغب في مشاركتك هذه الأنشطة جرب أنشطة مثل الرياضة انضم لنادي رياضي أو مارس رياضة جديدة الرياضة لا تجعل جسمك أفضل فقط بل تجذب الانتباه أيضا أو قم بتعلم الدروس الفنية أو الموسيقية تعلم العزف على آلة موسيقية أو التحق بدروس الرسم هذه الأنشطة تظهر أنك تسعى لتطوير ذاتك باستمرار الخطوة الثالثة الاعتناء بالمظهر الخارجي هذا الأمر قد يبدو بديهيا لكن العناية بالمظهر الخارجي قد تحدث فرقا هائلا عندما يراك حبيبك تبدو رائعا وأنيقا قد يشعر بالفخر والغيرة في آن واحد قم بتغيير تسريحة الشعر لتجدد من مظهرك أو اشتري بعض الملابس الجديدة والأنيقة تغيير الملابس يظهر أنك تهتم بمظهرك وتقدر نفسك الخطوة الرابعة شارك حبيبك قصصا طريفة ومغامرات مثيرة من يومك عندما تروي له كيف قضيت وقتا ممتعا مع آخرين ستثير غير لطيفة في قلبه احكي له عن يومك في العمل مثلا وكيف كان هناك زميل جديد لفت انتباهك بموقف طريف أو تحدث عن النزوهات مع الأصدقاء وكيف أنك قضيت وقتا ممتعا معهم وفي مكان جديد الخطوة الخامسة المرح والتجاهل في بعض الأحيان يمكن لهذا المرح وهذا التجاهل الخفيف طبعا أن يشكل سلاحا قويا لإثارة الغيرة لكن تذكر الأمر كله يدور حول التوازن وعدم المبالغة جرب مثلا عدم الرد الفوري على الرسائل لا ترد مباشرة ليس بمجرد أن يرسل لك كلمة ترده في نفس اللحظة لا انتظر انتظر قليلا سيشعر الشريك بالفضول حول ما تفعله ولماذا لا ترد بسرعتك المعتادة ثانيا التلميح بأنك مشغول عندما يسألك حبيبك ماذا تفعل أجب بشكل غامض مثل أنا مشغول قليلا سأتحدث معك لاحقا الخطوة السادسة الأناقة في اللقاءات الاجتماعية عندما تخرج مع حبيبك احرص على أن تكون في قمة أناقتك تصرف بأناقة ولباقة وبثقة وأظهر له أنك محط إعجاب الآخرين هكذا تثير غيرته حين يرى أنك محط أنظار الجميع الخطوة السابعة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في بعض الأحيان تكمن القوة في هذه التفاصيل التي لا ينتبه لها الجميع هذه التفاصيل قد تجعل شريكك يشعر بالغيرة دون أن يدرك ذلك سأعطيك بعض الأمثلة العطور الجذابة استخدم عطورا جديدة وساحرة ستلاحظ أن الشريك يلتقط رائحة العطر ويتساءل عن سبب استخدامك لهذا العطر الجديد أو الأكسسوارات الملفتة ارتدي أكسسوارات جديدة وغير معتادة ساعة جديدة وربط عنق أنيقة للفتيات ربما أقرأت للأذن مختلفة عن السابقة هذه الأمور سوف تجذب انتباهه وتجعله يشعر بالغيرة بنطف الخطوة الثامنة الاهتمام بالنفس وبالسعادة الشخصية من أهم الأشياء هو أن تهتم بنفسك وبسعادتك الخاصة عندما يرى حبيبك أنك سعيد ومتألق سيشعر بالغيرة لأنه يرغب في أن يكون جزءا من هذه السعادة مارس العنشطة التي تحبها وخصص وقتا لنفسك واستمتع بالحياة إثارة الغيرة يا عزيزي في قلب الحبيب قد تكون الطريقة رائعة لتجديد الحب وإطفاء نكهة مميزة على العلاقة لكن تذكر الهدف ليس إلحاق الضرر أو صنع مشاعر سلبية بل تعزيز الحب والاهتمام استخدم هذه الطرق بذكاء وبطريقة مرحة وبتوازن وسترى كيف يمكن الغيرة أن تشعل شرارة الحب من جديد وتضفي طابعا ممتعا ومثيرا على علاقتك تذكر دهوما أن الاعتدال هو المفتاح وأن الهدف هو الحفاظ على علاقة صحية وسعيدة وليس الانفصال أو الطلاق